حبايبي الغليين جمهور قناة قصة مع فنجان قهوة جايلكم النهاردة وجايبالكم قصة جمدة جدا اسمها نادرة قلبي بقلام الكاتبة الجميلة المتميزة المبدعة دعاء أحمد بتمنى من كل قلبي انها تعجبكم وطبعا هستنى رأيكم الحلو زيكم تحت في الكومنتات وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على إشعارات الكل علشان يوصلكم كل جديد ويلا بينا نشوف روايتنا بتحكي عن ايه انتي تجننت يا مرات أبويا عوزاني انا هتجوز ده بقى انا نادرة بيت الحج موسى على سنه ورمح تتجوز حتة صياد الصبح وميكانيكي اخر النهار ليه ان شاء الله كنت بايرة ولا بايرة ده انا عندي اموت ولا اتجوزه جاليلة قلت لها بسخرية يا اخت اللي يشوفك يقول ان في حد عجبك ولا في حد بيفضل معاكي بلسانك اللي عاوز اطعو ده يا بيت يا بيت تبطلي النفخة الكدبة دي ده ما فيش عريس تقدملك إلا ومشي من هنا وهو ناقص يولع في نفسه وبعد انت علي هنا يا بيت هو انت طول تتجوزي حسن أبو علي ده نص رجالت الحية يتمنوا البناتهم هو فيه زيه ولا فيه فجاد عنته ورجلته مع الكل ويغتمالهم الصيادين أبوكي نفسه كان صياد واشتغل لحد ما كبر وعمل اسمه ردت نادرة بغضب وعنات برضو مش هتجوزه واللي يحصل يحصل انت عاوز بنات الحتة يقوله في الآخر راح تتجوزت الكحيان ده وبعدين ده بيخوف يا مرات أبويا وبعدين انت لو عاجبك قوي كده جوزي للبت بيتك أهي قولة مني بيه جليلة قعدت جنبها على الكنبة وندرة كانت بتبص للبحر من البلكونة ومربعة قدامها بص يا نادرة يا حبيبتي انت عارفة اني بحبك زي بنتي وانا عمري ما فكرت اني كنتي بيت تضريتي ايه علم ربنا اني بتمنى لك الخير حسن جدع وراجل من ظهر راجل وهو لو بيشتغل كذا شغلانة فده عشان هو متربي بجد ومش عاوز في يومي يتزل عشان القرش الجدع ده بالذات لو لفتي العالم كله ومش هتلاقي في جدعانته فكري فيها يا حبيبتي فكري فيها وبطالي عناد علشان أبوكي من ساعة مطفشتي العريس الأخير وهو مستحلفلك انت فهمة حسن هيجي بالليل ماشي يا بنتي مش هتجوزوا يعني مش هتجوزوا مش بعد ما رفضت دكاترة ومهندسين اتجوز حتة ميكانيكي جليلة قالت لها بغيز والله الكلام معاكي حرام يا بت اومي عمت ايامتك ده الميكانيكي ده بنات الحي وكلهم يتملولوا الردة يرضى بس نقول ايه نصيبه المهبب ان طلب ايدك انتي شهقت ندرة بغيز نعم هو يطول اصلا ندرة اوعي يا بنت تكونيش هيفالك شوفة كده ولا كده تبقي سنة تكزفت انا بقولك اهو ابوكي بستحلفلك فعقالي بقى ندرة بسطلها بتوتر شفت ايه بس يا مرات ابويا انتي بس بيتهيقلك كل ده عشان سيحسن بتاعك يعني على الله ده يكون السبب انا هدخل اشوف البيت زوبة جهزت العشا ولا لأ ابوكي زمنه على وصول يا ريد برضو يا مرات ابويا اومي في ورشة ميكانيكا بسيطة على الاول للحي كان حسن تحت العربية بيصلح فيها عطل دخل الورشة عامر صاحبه حسن يا صياط هو بجد الكلام اللي سمعته ولا ايه خرج من تحت العربية ورد سمعت ايه يا اخويا سمعني انك طلبت ايد ندرة بتلحج موسى حسن ام وحط العدة جنبه ورد بجدية وهو ده يزعلك في حاجة يزعلي في حاجة انت بتهزر يا ابو علي بقى انت عاوز تتجوز البيتهم والسنين دي بس الشهادة لله بتيجي عندك وتبقى عاملة زي الكتكوت المبلول ندرة لا ده موضوع طويل عاوز له قاعدة طويلة ولا مش فاضي دلوقتي ورايا شغل كتير في الورشة علشان نشتري شوية حاجات لزوم الورشة برضه طب ما تخليك انت وانا بالليل اروح واجيب الحاجة ماينفعش انا اللي لازم اروح لان البضاعة اللي عاوزينها بمبلغ كبير وفيها تحويشت سنتين ولص الطريق مش امان يا صاحبي انا هطلع على السويس اجيب الحاجة وعلى بكرة بالليل هاجي انت عارف انا لسه بشطة بالشقة بتاعتي ويقدب الفلوس اللي كانت معايا جهست بيها ليل اختي وهي الحمد لله اتجوزت يعني لازم ألم ارشي ما تقلقش يا اخويا ان شاء الله خير وبعدين الجمال ده والله هاحل عريس في الدنيا كلها حسن ابتسم بسخرية يا اخويا والله ما انت فاهم حاجة والله يا حسن انت اخترت الغل يا فتاق الجيبك يا شق الشقاوة سبها على الله يا صاحبي بعد مرور وقت في بيت الحج موسى نادرة بتوسل وخوف اهلت يا بابا انا مش عاوز اتجوزه ده انا اتجوز ده ابوس ايدك يا بابا بلاش بلاش ده وانا هاطيها الحج موسى بغضب مش عاوز ولا كلمة انا اديت للجدع كلمة وخلاص خلاص الكلام يا بيت سانية وبعدين ايه دلوقت العرسان اللي تقدمولك بقى وزي العسل ولا انت فاكرة ان هسيبك تلعبي بنا زي الشخشيخة كده وكل يوم تطفشلنا عريس شكل لحد ما الناس بتادت تتكلم عليك والجواز بالعافية وبعدين مينسي حسن ده عشان انا ارضى بيه ده حدت ميكانيكي لا راح ولا جاه عال والله يا ندرة بتقلصتك علي لا بجد يا فرحة قلبي بيكي عرفت تربي يا موسى بيتك كبرت وبقت عاملة زي الطر الهايج بس لا مش هتمشي كلمتك علي وخلي في علمك لو عملت ايه وصيبة زي كل مرة مش هرحمك من تحت ييد يا ندرة فهمه ندرة بغيس حول التداري بس يا بابا انا ما بحبوش وبعدين دولت طر الهايج بيمشي يضرب في الخلق كأنه فتوى والصراحة لما بشوفه صدفة في اي مكان ببقعوه اهرب منه ازاي اتجوزه ده موسى رد عليها بحنان انت ما تعرفيش حسن يا ندرة حسن ابن حلال وراجل بجد ويلا بقى ادخل جاهزي نفسك حسن وامه هيجو بعد العشة ندرة بصت له بغيس حاضر يا بابا اللي تشوفه موسى قال لها بتحذير وياك يا ندرة ياكي تعمليلك مصيبة من مصايبك فاهمة حاضر حاضر وهمست لنفسها بغيس اصبر علي يا حسن بقى انا اتجوزك انته دخلت قضيتها ورزعت الباب وراها جامد لدرجة ان اختها تفزعت وبسطت لها بديء بورجانة قالت انت يا بتي انت دخلت زريبة بتقفل الباب كده ليه ما بالراحة بالراحة يا ماما اللي تققلك عرق بقولك انا مش نقصاك انا مش طيقة نفسي قعدت على السرير وربعت ايديها وهي بتفكر هتخلص منه ازاي مورجانة قالت بخبص ندرة انت يا بيت ندرة ايوه عايزة ايه مالك يا حبيبتي ايه لم دايقك بس هو لا يكونش بابا فرسك بالعريس اتبطي بقى يا اختي ها اتبطي بيت بيت ما تعصبنيش حسن والله هاجبك من شعرك وامسح بيك بلات الشقة تصدق انك هابلة يا بيت يا ندرة والله هابلة بقى فيه واحدة يتقدم لها واحد موز زي حسن الصياد وتبقى مكشرة كده يا بيت ده امر والله امر ماشيت وهبته وكلامه الموزون مش هاهم كده وابن بلد وهو مفخش الحجاج الفطصانة اللي بتطلعيها في العرسان اللي بتطفشيهم يعني لا بتعمه ولا متدلع ولا ملزق وامر يا بيت امر تصدق والله العظيم انت فقر وما تستهلهوش والله هتفضلي فقر كده طول عمرك الله يحرم فيك الجمال ده كله يا بيت افكري في الجواز والدلعة كده مع حد ابن حلال ويصونك انا اكبر منك وعارفة ندرة قالت لها وهي بتضفر شعرها بدلال ومين قالك ان مش عاوزة عيش حياة مع حد بيحبني بس مش يوم هقع اقع مع واحد زي ده ويفضل طول عمره فقير وكحيان يا بيت انا عاوزة عيش بره الحي ده في مكان تاني اشوف الدنيا مع حد تاني حد يبقى فاهم ان الحياة مش كلها التزامات وضغوط عاوزة اكون مالكة يا بيت مش خدمة ليه هو وامه مرجانة قالت لها بيأس يا خوفي منك ومن دماغي يا ندرة يا بيت ابويا خايف هيجي اليوم اللي تندمي فيه عيش عيشة اهلك وبعدين انت تعرفي حسن منين ده جدع يا بيت جدع ومرضاش لغته البهدلة هيقومي بهدلك انت يا بيت الناس على عموم دوريها في راسك وان شاء الله هيحلها الحلال قومي بس دلوقت زبطي نفسك وبلاش بلاش يا ندرة تعملي مشاكل انت مش نقصة يلا بقى علشان انا لازم امشي دلوقتي انت يمشي ايه انت هتسيبيني الواحدي لا 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 ده انا قلت ان انت موجودة معايا مورجانة خليك معايا انا مش هعرف اقعد معا الواحدي والله ما هعرف خليك معايا معلش يا ندرة مش هقدر العيال في البيت لوحدهم وبعدين ما تخفيش ماما هتكون معاك في نفس الحي في بيت بسيط جدا وصل حسن الصياد قدام البيت ركن الموتوسيكل بتاعه جنب البيت ودخل اتسم بحبه وهو بيفتح باب الشقة ندع لو بيته وهو بيحط المفاتيح على الترابيزة اللي جنب الباب حسن قلبه ود يا امو حسن فينك يا ست الكل خرج الدعاء من المطبخ وابتسمت له بحب انا هنا يا حبيبي حسن ابتسم وروح ناحيتها لكن كان باين عليه الدي ممكن اعرف فاقمتي من فرشيتك ليه يا امي مش الدكتور قال لازم راحة دعاء قالت له بحب يا حبيبي انا بخير الحمد لله انا بخير والله انت عارف بقى ما بحبش كلام الدكاترة ده وبعدين كنت بجهز لك العشا اما بقى انا عملتلك طاج نبامي النمى ايه هتاكل صابعك وراك حسن بص راسها وقال لها تسلم ايديك يا غالية بس برضو ما كانش ينفع تقومي وبعدين انا رحت فين يعني علشان تتعبي نفسك دعاء اتنهدت براحة وهي بتمرر ايديها على راسه روح يا ابني روح ربنا يديك على الدنيتك الحلوة ويسعدك يا رب وتفرحني بك يا حسن نفسش العيالك يا ابني سيبها على الله ويلا عودي بقى استريحي وانا هدخل اشوف الدنيا جوه وهكمل يا حبيبي لا انت جاي من شغلك تعبان وبعدين هم طبقين هخسلهم وخلاص والاكل خمس دقائق ويجهز حسن ابتسم ومسك ايديها وخرجوا للبلكونة اللي بتطل على البحر انت تعقدي هنا معززة مكرمة وانا هدخل اعمل شغل المطبخ يلا بقى ريحي قلبي ربنا يريح قلبك يا ابو علي طبعا دي حبيبي عاوزك في كلمة وقادي قعدها تفضلي نادرة حسن قال لها باستغراب مالها يعني من الاخر كده البت عجبك بصراحة البت أمر 14 وجدعة السلسانها طويل حبتين هقول لي هي عجبك حسن بص الأم بشكة واستغراب عايزة توصلي لي يا أمي وبعدين احنا المفروض نكون عند الحج موسى كمان ساعة ونص يعني يا دوب بدخل اشوفها اعمل ايه واخد دوش على السريع ولا ولا يا ابو علي ما تلفش وتدور علي البت لو مش عجبك هتطلب قديها ليه سبيها على الله يا أمي وبعدين هو انت شفتيهم وفقوا علي يعني هم هيلاقوا زيك فيني يا ابني وبعدين ده انت اميد بيت تتمنىك وانا عندي احساس بيقول انهم هيوافقوا الحج موسى بيحبك زي ابنه حسن بابتسامة وهو داخل المطبخ كله على الله صحيح يا ام انا هطلع بالليلة على السويس في بداعة هنشتريها وان شاء الله هيجي من وراها خير ادعيل انت بس دعيالك يا ابن بطني والله يدعيالك في كل فرد ربنا يسعدك يا ابني يا رب وتنول بنت الحلال اللي تريح قلبك وبعد ساعة لربع خرج من المطبخ بعد ما جهز كل حاجة كان حاسس بتعب لانه بيخرج من الفجر للشغل في البحر فصيد السمك مع الصيادين وبيرجع الساعة واحدة يروح ورشة الميكانيكا بتاعته حسن قال لنفسه اصبر يا ابو علي الرزق كتير بس اللي اصبر يا ابو حسن اللاكل جهز يلا علشان نتعشى سوا دعاء دخلت لقيته جهز السفرة شد الكرسي ليها وابتسم بخفة يلا وبعد مرور وقت كان واقف قدام المراية في قطه كان وسيم جدا لابس اميس كحلي وبنطلون جنز اسود حط ايدي في جيبه وافتكر ندرة وطرقتها ولسانها الطويل اللي بيسمع عنه لكن حقيقي لسه ما سموش يمكن لانها بتقصد تمشي من اي مكان هو فيه ندرة اسمها جميل ومميزة هي فعلا ندرة تركيبة من الشقاوة والدلع غمض عينيب غضب وهو بيقعد على الكرسي في نفس الوقت اللي دخلت والدته وهي بتبخر القوضة بسم الله الرحمن الرحيم ربنا يحفظك يا ابني من كل عين تشوفك ولا تصليش عن نابي عليها افضل الصلاة والسلام جهست يا عمي هقا يا حبيبي جهست على بركة الله يلا بينا بقى علشان ما نتأخرش عليهم في بيت الحج موسى ندرة كانت قاعدة على السرير وهي بتتكلم في الموبايل بسطواتي انتي تابلتي هنا غم ولا عقلك ضرب بقولك اهل ايه عاوزنا وافق اتجوز حسن الصياط وانا مش عارفة هاخلع من ابوي ازاي ده كأنه ما سنبق انه يخلص مني نغم بدحكة قالت والله عنده حق يا بيت هو انتي مش ملاحظة ان لسانك بقى متبر منك لا صحيح هتلاحظ ازاي ما انتي كده من زمان بس انتي هبلة بقى فيه واحد عقلة ترفض حسن والله هتبقى عبيطة يا ندرة هالجدع زي الامر يختي يا ريتو طالب ايد انا كان زماني موافقة حالا تزدق انك بني قدمة ساقعة وبردة يا نغم مش بحبه مش بحبه يا ناس وبعدين انا بسمع انه مقف تاري ما شفتيش ازاي ضرب فريد قوليني بقى ان الموضوع فيه فريد فريد ابن البهوات بيت يا ندرة او عيكون في حاجة بينكم مفيش مفيش غير كل خير وبعدين فريد جدع وملو هدومه كده ومز في نفسه وبعدين من ساعة الخناء اللي حصلت لما حسن ضرب فريد في الميناء وانا مش طيقاه نغم قالت بجدية وتحذير انتي تهبلتي صح ندرة فوق يا ماما فريد ده متدلع وبتاع بنات ولو قال لوحدك المتين حلوين يبقى عاوز منها حاجة وانتي يا حبيبتي اكيد ما جتيش معا سكة فقال يلعب عليك فقالي كده وبعدين حسن لا يمكن يضرب فريد الا لما يكون عامل مصيبة اسمعي مني انا لا بقولك انا مش طيق اسمعي اسمه واصلا فسكوتي احسن طب يا رب يا ندرة تتجوزي عشان يعلمك الادب وان الله حق وبكرة الايام تدور وتعرفسي فريد على حقيقته سلام سلام يا بوما وبرضو مش هتجوز يا لا ينتقى حسن